موسيقى اكلات اخر الشهر الاكلة دي مليانة بالبروتين والفيتامينات اكلة من البقول هي اللوبيا اليابسة او اللوبيا البيضة حدق معكم باذن الله المأدير وطريقة التحضير سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة ابدا انا معايا كوباية اللوبيا النشفة سلقاها بيتها وتاني يوم سلقتها وصفتها من ميتها ومعايا مكعب مرأة لحم ومعايا معلقتين كبار من معجون السلسة ومعايا ملح وفلفل هبدأ بسم الله بشرت بصلة نعمة وحطتها في معلقتين من الزيت او السمن على حسب رغبتك ونزلت عليها بالملح والفلفل اسود وبقليها على النار زي ما انت شايفة كده او للبصلة ما تحمر هنزل عليها بمعلقتين الكبار معجون السلسة او الطماطم ولو عندك عصير طماطم فريش برضو بيبقى حلو قوي برضو على حسب المتوفر عندك وحنزل عليها بكبتين مية سخنين علشان يحلوا معايا يفكوا السلسة وحديها تقليبة زي ما انت شايفة وطبعا انا مخليها النار متوسطة مش عالية اوي ولا هدي اوي واول ما تبدأ تدخل في الغليان ويبان اوي سمكها انا بنزل بمكعب المرأة بتاعي علشان يدوب مع السلسة عشان ما انسهوش اهي اول ما بدأت تدخل في الغليان هي ما تسبكتش هي لسه حاتدخل في الغليان بتاعها بنزل باللوبيا بتاعتي طبعا اللوبيا مسلوقة يعني تعتبر انها دخلت في السوة بتاعها قريدي يعني فمش هتاخد وقت مع السلسة عشان كده انا مش بسبك السلسة انا بخليها كلها تاخد الطعم الغلوة بتاعت السلسة التسبيكة بتاعتها في نفس الوقت مع اللوبيا علشان تشرب من نفس الطعم السلسة بتاعتي لما تتقل اهي اتسبكت وحتلاقيها كمان تقلت هتاخد عن نار كده من 10 دقيق لربع ساعة بك كتير وقدمت معاها رزة ابيض او رزة شعرية على حسب رغبتك وعلى حسب ما بتحبي تكلي معاها وهي من غير لحم ومن غير مرأة دجاج هي بمكعب مرأة وحلوة جدا وشهية وزي ما قلتلك مشبعة وحاجة على قد اليد تنفعنا في ايام الزنقة بتاعت اخر الشهر ويا رب النهاردة الوقت بتاعت تكون سريعة واقتصادية ومفيدة في نفس الوقت وما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم بإذن الله كل الاشارات الجديدة كانت معاكم ننا الحجيري صحة وهنا